اشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب بالبداية القوية لفريق باريس افسي في الدور الفرنسي لكرة القدم والتي تمكن من خلالها من تحقيق اول انتصاراته الرسمية بشعار فيكتوريوس البحرين مشيرا سموه الى ان فوز الفريق في اولى مبارياته الرسمية يبعث على التفاؤل بمواصلة تقديم لاعبه لمستويات طيبة خلال المباريات المقبلة املا في الوصول الى تحقيق الاهداف التي رسمها الجهاز الاداري والفني للفريق في منافسات الدور الفرنسي واكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان لعب فريق اوروبي بشعار فيكتوريوس البحرين يمثل حدثا رياضيا بارزا كما انه يعطي مملكة البحرين دورا مهما في كرة القدم الاوروبية لاسيما ان البحرين اصبحت راعية رئيسية للفريق بالاستحواذ على حصة 20% وهو ما يعزز طموحات النادي بالوصول الى الدرجة الاولى الموسم القادم بالاضافة الى رعاية المواهب الرياضية البحرينية لتكتسب المزيد من الخبرات والمهارات الامر الذي يعود بالنفع والفائدة على كرة القدم البحرينية واكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ان وجود اسمي فيكتوريوس البحرين على قميص الفريق الفرنسي يعد مكسبا للترويج لمملكة البحرين وابراز انجازاتها في مختلف المحافل خاصة في الجانب الرياضي بما يحقق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 20-30 والتي دائما ما تشدد على اهمية استغلال كافة الفعاليات وتواجد اسم المملكة في المشاركات الخارجية لتحقيق المزيد من الانجازات الحضارية التي حققتها في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بالاضافة الى جعل البحرين في دائرة الاضواء العالمية وتسليط الضوء على منجزاتها المختلفة واشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الى ان العديد من الاهداف ستتحقق في زيادة صيت البحرين في المجال الرياضي واضهار الترويج للسياحة في مملكة البحرين وما يعد مكسبا للرؤية الاقتصادية 2030 وستساهم في جذب الزوار للبحرين متمنيا سموه كل توفيق والنجاح للفريق في الفترة القادمة كان فريق باريس افسي استهل مشواره في دور الدرجة الثانية في فرنسا بتحقيق فوز عريض على حساب فريق شامبلي بثلاثة اهداف نظيفة ترجمة نانسي قنقر